وانتوما في الحملة الانتخابية من دون شك حددتوا وتكلمتوا مع الشعب الجزائري عن برنامجكم نفس البرنامج أم أنه تغير وما الذي تغير شوف الجزائر أولي لك نتكلم عن البرنامج كيفش ينشأ برنامج موش برنامج أنه فيه عنده إديولوجيا معينة أو لون معين احنا عندنا باش منقعدوش في التشخيص كين تشخيص 59 سنة وحنا نتكلموا عن البلاد وحنا كل الحكومات المتتالية والمتفاوتة فشلت في تطبيق في إيجاد نمط اقتصادي معين وحنا نقوله نبني اقتصاد بعيد على اقتصاد الريع وعلى اقتصاد البترول هل بنينا هذا الاقتصاد هل عندنا اليوم استقلالية على سعر البترول في البورسة العالمية هل اليوم عندنا هيكل اقتصادي تشخيص الوضع يعني تتشارك فيه كل الأحزاب طبعا لكن هذا الجديد برنامج وش في قادة تشخيص الارندي عنده برنامج تاري برنامج دقيق وهذا المرة قلنا من أجل برنامج فعال وحقيقي وواقعي البرنامج يمس كل القطاعات كل قطاعات الدولة ما يمس من الشباب من الثقافة من الفنون من الرياضة إلى تنمية البلاد وإيجاد أرضية صلبة لتقدر تبنينا اقتصاد جديد ونبتعد حقيقة على اقتصاد الريع اليوم الارندي تعرفوا جيدا الارندي مملوء بالطاقات هو خزان لإطارات الأمة القفاءات الموجودة في التجمع الوطني والتجأة للارندي في 97 يعني تقريبا نقدر نقول لك جزء كبير منها من الإطارات الدولة كان موجود في صفوف التجمع الوطني الدمقراطي خرجنا في المؤتمر الأخير بمرصد وطني للتحليل والاستشراف وبناء اقتصاد جديد هذا المرصد مكون من أساتذة جامعيين ارندي وغير ارندي فيهم من هو في الجزائر فيهم من هو في الخارج واعتكفنا تقريبا منذ سنة منذ أننا نرانا في التجمع ما زال ملحقناش سنة لكن حوالي 11 شهر وحنا في التجمع لإعداد هذا البرنامج لإعداد البرنامج هذا اللي باش ندخلوا فيه في تشريعيات وندخلوا ببرنامج قوي برنامجنا قوي برنامجنا واقعي برنامجنا راح نشارك مع طبقة سياسية فيه باش أننا نمشي إلى إخراج البلاد من الأزمتها الاقتصادية ما نقدرش فقط نزيد نأكد لك ما نقدرش نمشي إلى فعل اقتصادي حقيقوي بين اقتصادي وإحنا ما عندناش استقرار سياسي استقرار سياسي هو الفضاء أو البيئة الملائمة لينموا فيها اقتصاد وطني هل تعتقدون في الـ R&D أنه يمكنكم كحزب وحدكم فقط قيادة البلاد قيادة الحكومة مستقبلا مثلا عندكم الأغلبية وحدكم أم أنه يجب أن يكون هناك تشارك لا شوف التوافق مع أحزاب أخرى شوف الجزائر هذه في كل شبر فيها فيه دمتع شهداء فيه مناظلين فيكذا ممكن كان يكون معنا وليكن مش معنا وكان يكون ضدنا ليجي الدعاء يقولك أنا قادر نبني الجزائر وحدي كذاب ما يكون عنده الأغلبية المطلقة بديمقراطية حقيقية بشفافية في الانتخابات اللي يقولك بالليل الجزائر فيها 45 مليون أنا قادر نستوعبها ونسيرها هذا خطأ وخطأ جسيم دائما تكون فيه أغلبية وتكون فيها معارضة الأغلبية عندما تكون ممكن تتكلم على الأغلبية موش تحالفات رئاسية أو تحالفات حكومية لا نحن نتحالف حول مفاهيم حول دي كونسابتي لا نتفقوا على قضية البترو كيفاش نحلوها على قضية خلق مناصب الشغل على قضية خلق الطروة كيفاش ندروها على قضية كيفاش ندرو لشاند فالر على قضية كيفاش ندرو استقرار سياسي على قضية كيفاش نبقاومة وحدين مع الجزائر كواحدة موحدة وحدة وطنية انتفقوا على بناء الجدار الوطني انتفقوا على طرف الموطن هذه يأس استوافق